موسيقى ومكاملين معاكم علشان نعرف اكتر عن الطابل زي ما عرفنا في المثال الفات ان الطابل قدر اخزن فيه قيم معينة زي الليست يعتبر بس عرفنا اول اختلاف ما بينهم وهو ان الطابل ما قدرش اعدل في الحاجات اللي فيها او بمعنى اصح الموضوع بيكون صعب جدا مش زي الليست وبكده قدرنا نعدل على الطابل بتاعتنا ونعملها شبه الليست شوية بس علينا نتأكد هل فعلا بقى العناصر اللي احنا او الادوات اللي احنا استخدمناها مع الليست نقدر نستخدمها برضو مع الطابل ولا التعديل بس يلا بينا نتأكد ونشوف مثال تاني السطرة اللي قدرت فيه ان انا اعدل على الطابل بتاعتي دعونا نعملها مع عاملة الليست بالزبط نجرب نكتب امر معين زي مثلا الامر اللي قدرنا نحزف بيها عناصر معينة فاكرين اسمه كان ايه بالزبط كان الامر اللي اسمه بوب عن طريق امر بوب هقدر ان انا احدد عنصر معين وامسحه زي مثلا العنصر اللي الانديكس بتاعه اتنين وزي ما عرفنا برضو ان هو تالت عنصر لان الكمبيوتر بيبتدي عد من اول لزيرو تعالوا نتأكد مع بعض تعالوا نشيل او نحزف الامر بتاع الطابل فكده انكون منتظرين بس الناتج بتاع الطابل بتاعتنا بقى شكلها عامل ازاي بعد ما عملنا عليها عملية معينة زي الليست بالزبط بالزبط انا لقيته فعلا شلي العنصر التالت معيني زي ما عرفنا ان الطابل ما قدرش اعمل فيه حاجة زي كده ما قدرش ان انا اعدل فيها او احذف عنصر معين بس قدرت اعمل ده عن طريق ان انا بحول شكلها ان انا احطها في قلب تاني زي ما كنا بنعمل في المثال بتاعنا والقلب ده كان هو اللست دي كلها حاجات اتعرفنا عليها وتعالوا نتعرف على اخر حاجة ممكن نشوف ان هي شبه اللست في حتة ان احنا نعرف عدد العناصر اللي فيها لو جيت استخدم الامر بتاع لن وزي ما قلنا ان هو حصر لكلمة لنس نشوف هل فعلا الكمبيوتر هيقول لي عدد العناصر الموجودة ولا لا بالزبط لقيت وقال لي 3 عناصر وده وانا بعملها كأنها طابل عادي في الامر طابل اقدر عادي جدا اتعامل معي زي اللست في موضوع عدد العناصر بتاعته وخلينا عارفين حاجة هنا مهمة ان انا لما عديت العناصر هو قال لي 3 عادي ما قاليش مثلا 2 عشان تقول لي احنا ابدأ من 0 لا بنبدأ من 0 لو عايز اعرف العنوان بتاعه او المكان الموجود فيه زي ما قلنا بنسميها الاندكس انما في عدد العناصر بنبتدي نعد عادي من اول واحد لان لو قلنا 0 فمعناه ان العنصر مش موجود اصلا طيب تعالوا بعد معرفنا الحاجات دي كلها نشوف مع بعض حاجة على الطابل نفسها ونعرف حاجة ممكن تميز الطابل عن اي امر تاني وهي دي الحاجة المهمة اللي ممكن تخلينا نستخدم الطابل بدل اللست وزي ما عرفنا في المثال اللي قلناه في اول حلقة كنت رايح في رحلة ومعايا شنطة الشنطة دي قلت انها معايا فيها حاجات زي لبس وحاجات تانية عايز انقلها في المكان اللي انا رايح عرفنا ان الحاجات دي انا عايز اوصل بيها من مكان لمكان والحاجات دي ما قدرش انها عدل فيها الحاجة اللي احنا عايزين نعرفها كمان لو انا بعد ما روحت عايز انها افضي الشنطة دي يعني اي حاجة كنت اخذها زي لبس وادوات عايز أفضيها في حاجات تانية فالطريقة اللي كنت مستخدمها علشان أجمع مجموعة الأدوارات بتاعتي فيها هي الطابل ودي كانت بتمثل شنطة السفر فتفتكر لو عايز أفضي الحاجات اللي فيها تاني فحاجات أقل منها أول أمر تعلمناه علشان أخزن فيه حاجة هو الـ variables وكنت بقدر فيها أن أخزن حاجات معينة في مكان معين وهو ده الأمر اللي ممكن نستخدمه اللي هستخدمه علشان أفضي فيه كل حاجة حطيتها في الشنطة فمكان حاص بيها زي دوليب مثلا فهوقدر أن أنا أي عنطر كنت مخزنه في الطابل بتاعتي أرجعه تاني لـ variables مختلفة تعالوا نشوف الموضوع هيتعامل ازاي دلوقتي عندي الطابل اللي هم سميناها باج وحوطت فيها 3 items أو 3 عناصر تعالوا نعمل 3 variables بتاعنا هسمي أول variable واللي يكون X وثاني variable واللي يكون Y ثلاثة variable واللي يكون Z وحطوهم جنب بعض وأفصل ما بين كل كل variable التاني بالعلامة بتاعة الكومة وزاي ما لحظنا علامة الكومة بقدر استخدمها في أمور مختلفة علشان أفصل ما بين حاجة والتانية زاي بالضبط ما قدرت أفصل ما بين العناصر اللي خزنتها جوة الطابل بتاعتي بعد كده لو قلت ان 3 variables بسدولة بساوي الطابل اللي أنا عملتها وهي الباج وجربنا نعمل run ونشوف إلا هيتلاقي في الأوتبط بس المرة دي هعمل print لـ 3 variables أول حاجة الـ variable الاسمه X بعد كده هعمل print الـ variable الاسمه Y ونفس الكلام في تالت variable عندي وهو الـ variable اللي اسمه Z دلوقتي خلونا نجرب مع بعض ونشوف كل variable من 3 variables دولة إيه النتج بتاعه والكمبيوتر هيقول لي إيه بالضبط أنا عملت العملية اللي كنت بتكلم عنها زاي ما قلت ان الشنطة عايز أفضي الحاجات اللي فيها في دواليب مختلفة أنا فضيت فعلاً الحاجات اللي كنت أحطتها في الطابل بتاعتي في variables مختلفة فلما طبعت الـ X والـ Y والـ Z حطل في كل واحد فيهم عنصر من العناصر كات في الـ last ولازم نحلي بالنا من حاجة إن لازم الأماكن اللي أخزن فيها العناصر بتاعتي تكون قد بالضبط الحاجات اللي أنا محتاجة أفضيها وزاي ما قدرت أفضي الـ variables أو الـ data اللي أنا كنت مخزنها جوة الطابل في حاجات مختلفة وهي الـ variables وقدرت إنها أحط كل عنصر في مكان معين مخصص لي تعالوا نشوفها تاني بس بشكل مختلف تعالوا نكمل مع بعض الكلام عن الطابلز وزاي ما شوفنا أمور مختلفة ليها وقلنا إن إحنا في حاجات بتميزها عن الـ list وعشان أعمل حاجات معينة محتاجة لها لست بس في حاجات بتميز الطابل فتعالوا نكمل مع بعض ونشوف إيه الحاجات اللي بتميز الطابل والحاجات اللي ممكن نحن لها استخدم الطابل عن الـ list والبرامج بتاعتها يلا بينا هبتنى نفتح الكود بتاعنا وهو نفس المثال اللي حنا كنا عاملينه بس هنعرف حاجة جديدة لما جينا نجرب إن إحنا نزود item زيادة بالشكل ده وهعمل item 4 مثلا شفنا إن اللي ما جيت أجرب إن أنا أعمل print في الحالة دي بس للـ x والy والz اعمل لهم جنب بعض مفيش مشكلة وكال عادة لازم أخلي بالي أنا بكتب capital ولا small لإن دي حاجة اللي الكمبيوتر حساس منها يعني يقدر يفرق ما بين الـ x الـ capital والـ x الـ small تعالوا نجرب دلوقتي نعمل print ونشوف اللي هيحصل بالضبط زي ما احنا عارفين هيظهر error وقلنا إن دوت بسبب إن عندي الطابل بتاعتي أو المكان اللي فيه الـ data كبير قوي بس جيت أحزينه في حاجات أصغر منه فالكمبيوتر جيه قال لي إن فيه مشكلة ده بسبب إن أنا عندي 3 variables بس عايز أفضل فيهم أربع حاجات المشكلة دي ممكن نحلها بترقم اتنين يا إما إن أنا هزود variable كمان إن أنا هيجي هنا بعد الزد أحط أي variable جديد زي t هلاقي فعلا إن المشكلة بتاعتي تحلت إن حط كل item في حاجة منفاصلة عنها بس السبب إن t ما ظهرتش إن أنا ما قلت لهوش يعمل لها print فلو جربنا إن أنا قلت له يعملي print للt هلاقي عادي جدا طلق لي كل الـ items بتاعتي اللي كانت موجودة في الطابل بس فضتها في variables مختلفة ده كان أول حل ممكن نعمله بس أفرد إن أنا مش عايزة أعمل variable جديد أنا عايزة أستخدم نفس الـ 3 variables اللي أنا كنت أعملهم في الحالة دي محتاجين إن إحنا نمسك variable معين بس هنكبره شوية بمعنى أدق هو مش هيبقى variable إحنا نحوله في الحالة دي للست تعالوا شوفي إزاي زي ما إحنا عارفين إن أي أمر بكتبه في الكمبيوتر أو بيزاد بالبايسون هي طريقة بكلم الكمبيوتر بيها عشان ننفذي الأوامر بتاعت فلو عايزة أقول للكمبيوتر إن أي عنصر زيادة يلاقيه عن عدد الـ variables بتاعتي يحطه في آخر variable أو حتى في variable معين بمعنى إن هذا variable هيكبره عن المساحة بتاعته بالشكل ده هاجي عند الـ variable اللي أنا محتاج أعمله عملية التوسعة أو إن هو ياخد بقى العناصر وحطله علامة نجمة بالشكل ده هنا قدرت إن أنا أقوله إن الـ variable اللي أنا عامل عليه نجمة ياخد أي عنصر زيادة هيلاقيه موجود في الطابل بتاعتي تعالوا نجره بالضبط إلا حصل دلوقتي؟ دلوقتي علشان نعمل print للـ X هو فعلا حط جواها أول عنصر وهي item 1 وفعلا لقيتها طلعت على الشاشة وي حط فيها تاني عنصر وهي item 2 وفعلا ثالثة على الشاشة بس إيه اللي حصل في الـ 2 items اللي تبقوا item 3 و item 4 الحالة دي جاب ثالث variable أو في الحالة دي اتحولت للـ last علشان هتأخد أكتر من قيمة مش قيمة واحدة وزي ما عرفنا إن الـ variable بيأخد حاجة واحدة إنما الـ last ممكن تأخد أكتر من حاجة فقدرنا إن إحنا نحط باقي الحاجات اللي تبقت اللي هي item 3 و item 4 جوه الزد اللي موجودة معنا وطبعها لي على شكل list list جواها عنصرين أول عنصر هو item 3 وطاني عنصر هو item 4 وده ممكن نقول عليه الأمر اللي إحنا استخدمناه علشان نفرغ الحاجة بتاعة الشنطة زي المثال اللي إحنا قلناه وهي الحاجات اللي مخنزنها جوا الطابل آخر حاجة نتكلم فيها عن الطابل وحاجة من المميزات بتاعة الطابل اللي ممكن تكون فعلا محتاجينها في برنامج معين هي إنه حط 2 طابل زي ما عبارنا هتقول لي ما إحنا تكلمنا على نفس الأمر دوت في الـ last والlist كنا بنقدر نعمل فيه كده فأقول لك مش بالزبط أنا علشان أعمل كده في الـ last أو إنه حط 2 list مع بعض أو أضيف حاجة على list كنت بستخدم أمر معين إنما الفرق في الطابل إننا الموضوع هعمل بطريقة أبسط بكتير من غير ما استخدم أي أمر أنا ممكن أجمعهم على بعض إزاي؟ تعالوا نشوف خلونا نمسح اللي إحنا كنا عاملينه ونعمل الإجزامبل الجديد بتاعنا فخلونا نجرب نعمل طابل زيادة وعلى سبيل المثال هسميها باج 2 بالشكل ده وهبتدي برضو أخزم جواها عناصر معينة وننساش الأقواس بتاعة الطابل ممكن أحط أي حاجة جواها على سبيل المثال هكمل على نفس الأيتيمز إزاي ممكن توقف عند إيتم 4 لأ أنا عندي حاجات جديدة أريد أحطها في الطابل بتاعتي وهي إيتم 5 وإيتم 6 فوضي الآخر إيتم عندي في الطابل بتاعتي أو في الشنطة بتاعتي وهو إيتم 6 واللي هضيفه بالشكل ده دلوقتي بقى عندي 2 طابل أول طابل هي الطابل اللي كنا نشنغلني فيها في المثال بتاعنا وتاني طابل هي اللي لسه عاملينها واللي عايزين نضيف الحاجات اللي جواها على الطابل اللي معي عملات الإضافة هتكون بطريقة سهلة جدا هنالله نفترض إن أنا هجيب طابل جديدة اللي هي طابل 3 وحط فيها الاتنين مع بعض بالشكل ده أقدر إن أنا أحط الاتنين مع بعض عن طريق إنه هقول له عايز الباج اللي موجود عندي بس هجمعها مع الباج التانية باج 2 دلوقتي هنالله نجرب إنه عايز أعمل برينت لباج 3 ونشوف هل هلاقي فيها الحاجات اللي موجودة في باج 1 وباج 2 ولا ممكن يقولي إرار تعالوا نشوف مع بعض الأوتباط هيكون إيه بالضبط أنا لقيته طابل كبيرة شوية وده لأن حط فيها الحاجات اللي في التو طابل الزلتانين أول حاجة لقيت من أول آيتم 1 لحد آيتم 4 وده اللي كان في أول طابل وبعد كده لقيته زود كمان الآيتم 5 والآيتم 6 بشكل ده قدرت إنه أجمع الطابل زي بتاعتي وكمان لو فاكرين أقدر أعملها بطريقة تانية زي ما شوفنا في العمليات في الحلقة اللي اتكلمنا عليها عمليات الإضافة قدرت إنه أعمل أو أضيف حاجة على حاجة تانية يعني ممكن الطابل بتاعت الباج أقول إن هي بلاس إكوال باج 2 بالشكل ده أنا سيت أول باج موجود عندي أو أول طابل موجود عندي زي ما هي بس كل اللي عملته إنه ضفت عليها طابل تانية فتعالوا نعمل برينت للباج وهي أول طابل عندي ونشوف هل فعلاً هيديني نفس الأطبط ولا هيحصل حاجة بالضبط عمل نفس الحاجة وقدرت إنه أنا أضيف على الباج بتاعتي حاجات تانية من باج مختلفة بالشكل ده نكون نتعرفنا أكتر على الطابل وهي نوع من أنواع البيانات اللي بقدر أخزانها في البايز زي ما ممكن يكون فيه بيانات كلنا عارفينها وكلنا بنستخدمها بس عايزين كمان إن الكمبيوتر يعرفها وإن إحنا نخزنها جواه علشان نستخدمها في حاجات تانية وبرامج مختلفة فزي ما عرفنا الفاريبل واللست عرفنا كمان الطابل وعرفنا إيه الحاجة اللي ممكن تميز الطابل عن اللست والأوامر المختلفة بتاعتها وعرفنا كمان إزاي أقدر إن أنا أحاول الطابل لللست أو إن أنا أفضي الحاجات المتخزنين جواه للطابل في فاريبلز مختلفة ودي كل حاجة عرفناها النهاردة اتنمي الحلقات الجاية عشان نتعرف على أوامر أكتر نقدر نخزن بها البيانات ونقدر نتعلم حاجات نستفيد بها في فاريبلز مختلفة